احنا توفقنا الحمد لله وبدأنا الموسم بتاعنا كان معانا خمس حراص وكانت منافسة جديدة جداً لان احنا كنا واقعين في اختيار ان احنا نختار ثلاثة من اصل خمسة كان معاك خمسة كنت وادي بخمسة اه كان معايا طبعاً أمنية ومعايا منا ومعايا غادة معايا أيا الحوشو ومعايا ياسمين شمس الخمس سجوان لها مؤلاء منتخب الخمسة كان فيهم حد منهم متصعد ولا كلهم درجة اولى كلهم درجة اولى الخمسة لابوا منتخب وكان بيحكمنا ان احنا ناخد عمل الشباب وعمل الخبرة فتوفقنا ان احنا نختار من الخمسة الاحسن ثلاثة كانوا معانا الحمد لله غادة طبعاً على بقصوهم متمثلة في الخبرة كلها وامنية طبعاً تيجي بعديها واخدنا عنصر الشباب منا احسن حارس مرمى في وصولة الشباب في طولة العالم احسن حارس في طولة الشباب صحيح لعبت معايا منتخب افريقيا 2019 وكان لازم تبقى موجودة معانا فالحمد لله احنا قدرنا نختار احسن ثلاثة كانوا موجودين ده بردك مهدرش حق الاتنين اللي هما طلعهم من معانا ده حاجة بكويسة فعلاً هي ياسمين طلعت اعارة بحيث ان هي تبقى بجلعة في الملعب اكتر من كده شوية بالزبط اه تمام وفي احتمالات بودك يعني ترجع ترجع اه اه طبعاً هو زي ما بيعمل كده على حصد باقي الملعب الفني طبعاً الدينية تبقى فيها ايه طيب نقيم التجربة بعد مرور موسم اه تيدي التجربة بتاعتك كان من عشرة كده التجربة مش تجربة الاختيار طبعاً الاختيار مئة عشرة عشرة طبعاً ولكن انا بتكلم على تجربة التوفيق او تجربة التأثير كحراسة مرمى مع الفريق او الحمد لله طبعاً احنا من اول ما دخلنا في اجواء الاعداد وكده واحنا بنتكلم ان احنا بنجهز لحاجة كبيرة نعم مش الداوي او الداوي او الداوي احنا بحيل الافريق وده حتى كان كلامي معهم من البداية احنا هزين نشتغل شغل تجهيزي للبطولة اللي احنا بحيلها براف وعلى مدابل الوقت كنا شغالين على كده وكان اهم حاجة الاعداد النفسي ليه يا قد؟ الجون اكتر مركز بيتأثر بالحالة النفسية بتاعت الدفاع والهجوم يعني ضغط العصبي غير عادي عايز يلم كل الغلطات اللي بتقع فيها الفرقة اكيد يعني ممكن يبقى الدفاع يعني مش قاين بدوره وبيتخش جون فيه فبيتكلموا عن الجون ما بيتكلموش على خط الدفاع اللي وصل اللعبة بعد دايره هو عفوا طبعاً الناس ما بتشوفش غلطة المدافعين حالي قد ما فيه غلطة الجوان ما احنا عارفين الكلام الصحيح للأسر فلنفسياً كنت عايزين وصلبين يقدروا يتحملوا هدي الدفاع كان مهم جداً احنا نتعامل معهم ونتكلم معهم كتير في الحتة دي مهمة جداً ودايماً على مداب المرش كان فيه دايماً بنحفزهم وبنديهم توجهات في الاتجاه دا دايماً سعيدة يا كابتك بالمسلم؟ اه طبعاً اسعد مسلم بالنسبة دي اه انا فيه كلب بطولات طبعاً مما صعبين يعني مش واخدين بطولات بفرق لا دا احنا يعني كفحنا اه كفحنا كتير وتحطينا في مواقف وضغوط جنجة الصباح